لما يلي 24 اكتوبر ما هو الشعيد والناس خلاص يعني انا نفسي في اليوم ده يقبليها بيوم في المدارس يبقى فيه حصة او يتقلل طلبة حد يقول ده يعني احنا الكلام ده ما يعدش بتعمل يقول لهم يا ولاد بكرة عندنا اجازة انتعارفين الاجازة دي ليه عشان عيد السويس عشان 24 اكتوبر رئي كان عشان حصل كذا وكذا وكذا وكل الشعب يوقف وكل الناس حاطة الياه مع بعض وكذا وكذا لازم نقول لولادنا ده لازم يحصل ده وان لم تكن المدرسة المصرية يتم فيها هذا ما دي اكتر مكان فيه تجمع بشري 20 مليون شاب وفتاة وطفل وطفلة في المدرسة المصرية يعني هو كتير قوي علينا ان تقالي الكلام ده مش كفايا ان المدارس الاجتماعية اللي موجودة في مصر بتقول لهم تاريخ غلط وبتتكلم عن ان حرب اكتوبر اللي فاز بيها العدو اسرائيل مش كفايا ده وكمان ان احنا قامت ده لازم وما ده موجود وده بامر واقع يتقال في المدرسة النبيعة وتقال في المدرسة العفرتية يتقال ده كله للشباب بتاعنا لازم يعرفه لازم يتحكي الحكاية زي لما يكتب يعني الكلام ده بقوله للسادة المحافظين اللي هم المسؤولين عن اسماء الشوارع فيه شوارع كتيرة باسماء شهداء طب ما تيلوا يا دماعة وباسماء الناس الناس مش عارفاها ما تيلوا نعمل تعريف لهذا الموضوع وانا شفت في بورسعيد الحقيقة حالا ما شفتهاش في اي حتة تانية شفتهم زينين ميادنهم بصور كبيرة لشهداء ابناء بورسعيد شيء رائع يعني انت بتمشي اسمك يا اشعر بكل الصورة من شبابنا اللي هو اقدم روحه في دقل الوطن ده وقدم روحه عشان تعيش ارواح نحن طب ليه ما بنعملش الصور دي في ميدين مصر كلها بس يبقى تحت كل شهيد من دولة مكتوب كذا والحكاية سطرين الحكاية شغلانة دي يعني بدل يعني بدل الاعلانات المسخة اللي مالي الشوارع دي ما تتاخد من كل شركة اعلانات يفتطم من اليوفة دي وتحط عليها الصور شهيد صورة كبيرة للشهيد صعبة ديت يعني انها تتعمل يعني حالات زي كده انما احنا بقى عندنا بنتعامل مع المسألة على انه 24 اكتوبر اجازة نصف رحانة يعني مشواخدين بقى اجازة ليه طب ما لازم نقوله بمناسبة بتاعت الاجازة يبقى في المدرسة تتقل ده استاذ محمد عبد الرازق بيقول لي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي ده بالنسبة 24 اكتوبر شكرا يا استاذ محمد فلما يبقى بطولات السويس واللي حصل في السويس عيد لمصر ويوم تعطل فيه الاجازات احنا الاجازات بقى كتير عندنا طب بدم اجازة باجازة وعملنا الدنيا وعملنا الكلام ده نشرح ونقول لي النهاردة